اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده وأستنى بسنته إلى مدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالحذر في أربع آيات من كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فانتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من مرائكم وتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا وقال تعالى هم العدو فأحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته المشرفة بهذا الحذر فكان الحس الأمني حاضرا في تصرفاته الشريفة وفي سياساته وقيادته وعمله وهو في ذلك يسلك طريق الأنبياء من قبله فإن هذه الدعوة تحتاج إلى وقت تكون فيه سرية وتحتاج إلى وقت تكون فيه علنية وتحتاج إلى وقت تستعمل فيه الأوقات النهارية وإلى وقت تستعمل فيه الأوقات الليلية كما بيّن ذلك نوح في نذارته إني دعوت قمي ليلة ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم والسرشوا ذيامهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث ثلاث سنين لا يدعو إلا من يثق به فكانت ثقة هي الفاصل في تبليغ هذه الرسالة وهذه الدعوة والذين استجابوا له في بداية هذه الدعوة قسمهم إلى إلهة أقسام قد سبق بيانها فذلك بحسب استعدادهم فمن ليس لديه أي مشكلة في تحمل أعباء هذه الرسالة هؤلاء يهل دار الأرقم ومن ليست لديهم مشكلة في أنفسهم ولكن لديهم مشكلة في الناس من حولهم هؤلاء يهل محضر تربوي ومخلا خاص وهو دار سعيد بن زيد بن عمر النبيل والآخرون أرجعهم إلى أهلهم فقال أرجع إلى أهلك فكن فيهم فإذا علمت أن الله أوهرني فبحق بي كأبي ذرين والطفيل بن عمرين الدوسي وعمر بن عبسة وغيرهم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب في عمله سواء في مكة أو في المدينة ففي مكة كان من أمثلته البارزة قضية بيعات العقبة فإن الأنصار لما جاءوا وكان قائد البعث هو البراء بن معرور فرضي الله عنه ومعه ابن أخته كعب بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم على علم بالناس وصفاتهم ولما جاءه البراء كان معروفا لديه في الخبر لأنه سيد الناس وكبيره فجاء معه ابن أخته كعب بن مالك فقال هذا كعب بن مالك فقال الشاعر فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة مصفاته استهر بها فأعزم ذلك كعب بن مالك فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الوسطى من ليالي التشريق في الشعب الذي خلف الجمرة في الثلث الأخير من الليل وانظروا إلى هذا الاحتياط الأمني والحس العجيب فالليلة الوسطى من ليالي التشريق ليست الليلة الأولى والناس متعبون ومرهقون بعد يوم العيد وقد تعبوا في كل أعمال الحج وليست الليلة الأخيرة التي سيتعجل عنها المتعجلون وينفرط فيها الشمل الحجاج كما قال من رؤ القيس ولله عنا من رأى من تفرق أشتى وأنآم فراق المحصب فريقان منهم شازع بطن نخلتين وآخر منهم سالكم فج كبكب فعطاهم الليلة الوسطى من ليالي التشريق في الشعب الذي خلف الجمرة خارجا من الزحام واختلاط الناس فالشعب الذي خلف جمرة العقبة تحيط به الجبال من كل وجه قبل أن يحصل له ما حصل الآن والآن قد نحتت الجبال فأصبح مسجد البيع بالزا كأنه على قارعة الطريق وهو نحن أدركناه كان شعبا لا يوصل إليه إلا من طريق ضيق واحد يحط به الجبال من كل وجه والثلث الأخير من الليل هذا وقت عندما تثقل بالمشركين المضاجع كما قال من رواحة رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا الشق مفتوق من الصبح ساطع أرانا الهدى بعد العما فقلوبنا به موقناتنا أن ما قال واقعه يبيته يجافي جنبه وعن سريره إذا استثقلت بالمشركين المضاجع هذا وقت استثقال المضاجع بالمشركين الثلث الأخير من الليل وقت النسول ووقت الرحمة والبركة فوعدهم في هذا الوقت فجاءوا يتسللون وكانوا 72 رجلا ومعهم أربع نسبة لهم فلما تتام جمعهم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب فبايع الأنصار في هذا الوقت وصاح الشيطان يا أهل الجباجب هل لكم في محمد والصبأة معه يعاهدونه على حربكم أو يبايعونه على حربكم قالك عبد المالك ما سمعت صوتا أكبر من ذلك الصوت فهدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا ابن أزبب هذا شيطان العقبة لأفرغن لك هدد الشيطان حتى سكت وخنس فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رتب الأنصار 12 نقيبا منهم وبايعوه هذه البيعة ووعدهم أن يرسل معهم رجلا من أصحابه يعلمهم فكان مصابل عمير وقعان اختياره عليه والغريب أن العباس أبنى عبد المطالب حضر هذه البيعة والناس يلزمون أن العباس ما أسلم إلا متأخرا ولكن الذي أراه أن العباس أسلم في حياته يبي طالب ولذلك عند موت يبي طالب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل كلمة مدافع بها عنك قال العباس يا رسول الله والله لقد قالها قال ما سمعتها وكان العباس بينه وبينه كذلك حضر باعة العقبة وهذا يدل على أنه كان مسلما والنبي صلى الله عليه وسلم تركهم موظفا بمهمة أمنية وهي اختراق مجتمع مكة فبقي فيها وابلغه أنه ستختم به الهجرة كما ختمت من نبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وجاء مع قريش إلى بدر كأنه في الجيش معهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله وأن الناس لذلك لأجل قرابته والقرابة ليس لها وزن عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لأنه مسلم يكتم وإيمانه موظف في مهمة عظيمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه من يعطيه الأخبار كالحجاج بن علاط السلم في وقعة خيبر وغيره كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ فلاهة أجهزة أمنية سرية منها جهاز الأمن الشخصي وهو الحراس وعلى رأسه عبد الله بن مسعود صاحب السري والسوادي والوساد والسواكي ومن أفراده أبو بكر وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن أبي قاص محمد بن مسلم وكذلك الجهاز الثاني وهو جهاز أمن الجماعة وعلى رأسه حذيفة من اليمان يعلم كل من فيه شائبة ومن يدفر في فتنة ومن أفراد هذا الجهاز أبو حريرة قال حملت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائني أما أحدهما فبثثته وأما الثاني فلو بثثته لقطعتم بني هذا الحقوم والجهاز الثالث هو جهاز الأمن الوقائي تجسس ومكافحة تجسس وعلى رأسه عمر بن عبي ومجهة الضامن يوافذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفراده صفوان بن المعطل فكان عمر يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة أو سفر شهرا وصفوان كان يخرج معه فيبقى في منزله يوما وليلة ثم يلحق به وهو الذي جاء بأمنا عائشة في غزوة المريسيع فكان ذلك سببا لقصة الإفك وكذلك قصة الهجرة وما سمعتم فيها كذلك من الاحتياطات الأمنية العجيبة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في قصة الأحزاب عندما قال للسعدين حين أصلهما إلى بني قروة إن وجدتماهم على العهد فأعلنا ذلك للناس وإلا فلحنا لي لحنا أثمه ولا تفتا في أعضاد الناس فقال عبدنا القارة أسأل الله تعالى يوفقنا لكل خير ولا أريد أن أبخل عليكم مشاهدين الكرام دورة للمشايخ الكرام والكلمة الآن لنسيخنا أبي خالد الشيخ حقاك الله أولاً لا أفضفوك حقيقة كلام رائع ورائد ما تفضل به فضيلة أخي الحبيب الشيخ محمد هو من باب فقه التمكين تمكين الأمة من هذه الأرض وتحقيق الاستخلاف والعمران لا يتحقق إلا بهذه الصورة الرائعة الدقيقة الأميقة في إدارة الدولة وفي إدارة المجتمع ليست إدارة قائمة على الدروشة والبساطة كما رأينا وإنما إدارة قائمة على الأخذ بالأسباب بكل ما تعني الكلمة وبهذه الأجهزة الأساسية التي أشار إليها أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد فهذا حقيقة ولذلك رب العالمين هيئه لأن يكون ممكناً في الأرض وقد مكنه من الأرض في المدينة المنورة وأمته ستمكن تماماً بإذن الله تعالى إن سارت على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وحياً وحكمةً وبصيرةً ومنهاجاً وقدوةً فسيتحقق لهذه الأمة التمكين الكامل كما وعد الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها إبادي الصالحون إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة العالمين هذه الوقاع الحقيقية لسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تدل على أن الأخذ بالأسباب والحذر الشديد أو الأخذ بالحذر الشديد ليس مخالفاً للتوكل على الله فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين ومع ذلك فكان إماماً الذين يأخذون بجميع الأسباب بهذين الطريقين يجمع الإسلام الخيرين حتى يتحقق سعادة الدنيا وسعادة الآخرة بهذه القوة وبهذه الفكرة وبهذه البصيرة وبهذه الأسباب بإذن الله تعالى ستتمكن الأمة من تمكين الأرض أما إذا أخذت الأمة واتجهت نحو الخرافات ونحو الأمور التي الآن شاعت في مجتمعنا الإسلامي من بعض الأمور التي حقيقة لا ليس لها علاقة بالقدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكيد الأمة تتأخر والأمة تتخلف أسباب تقدم الأمة هو أن يأخذ بالمعالم العلمية والمعالم السياسية والأخذ بجميع الأسباب حتى الجانب الأمني هذا الجانب الأمني الدقيق الذي أشار إليه إن دل على شيء فإنما يدل على هذا الاستعداد لهذه الأمة فلذلك أمتنا اليوم ما وصلت إلى هذه المرحلة أنا تابعت أحقيقة من القرن الثالث الهجري والرابع الهجري ظهرت ثقافات داخل المجتمع الإسلامي أدت هذه الثقافات إلى عدم العناية المطلوبة بالعلم والعناية المطلوبة بالأخذ بالأسباب بل إنهم جعلوا الفقر يعني ضخم من فضائله وجعلوا الزهد ليس الذي يريده الإسلام وهو الزهد ترك ما في أيدي الناس والاعتماد على الله إلى والقناعة أدى ذلك إلى عدم الاهتمام بتعمير الكون ووصلنا إلى ما وصلنا إليه فلذلك العودة إلى الأخذ بالأسباب بهذه الطريقة العلمية مطلوب من أمتنا الإسلامية وشكر الله لكم الشيخ علي بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذه النبوي في التربية الأمنية هو شامل للتربية جانب العقائد جانب العبادات جانب الأخلاق وأيضا الحس الأمني كان جزء من هذه التربية ويستمد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النظرة من القصص القرآن نفسه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا فكان هذه التربية انصبت من خلال الآيات القرآنية على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله فالتحسس لجمع المعلومات عن الغير هذا في القصص المكي أيضا وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لو لا أربطنا على قلبها بعد ذلك ماذا؟ وقالت لأخته قصيه اللي يتتبع الأثر وجمع المعلومات ونجحت نجح باهر ولما كانت في حالة يعني رفض كل النساء أن سيدنا موسى أن يلتقط ثديهن للرضاعة هل أدلكم على من يكفله؟ فهذه كل إشارات للحس الأمني في الفترة المكية كلام الشيخ أيضا أن نوافقه في موضوع العباس الشيخ محمد إن بالفعل إسلام كان في مرحلة متقدمة وكل مواقفة في الفترة المكية كانت لصالح الإسلام والمسلمين وفي أحد أعطى التفاصيل بالأرقام بالأعداد وهذا دليل أن أحدى مهاما كانت الجانب الأمني كم العدد كم الخيل كم السلاع كم فيها تفاصيل دقيقة جدا العباس رضي الله عنه وضعه بل بالعكس والذي كان له التأثير الأكبر على أبي صفيان وأقنع أبو صفيان بالدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي خفت كما نقول نحن المقاومة الفعلية ضد الجيش القادم من المدينة أيضا تجد ذلك عند علي رضي الله عنه في صغرة في قصة أبو ذر وكيف أتى به بقى ثلاث أيام وعطاه نوع من الإشارات الأمنية حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه وضعه إشارات من أمنية واضحة أيضا لما تعرض سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وكاد يقتل وكاد أغمى عليه ورفض بعد ذلك للابتلاء فبعد ذلك أصر أن لن يأكل ولن يشرب حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف جاءت فاطمة بنت الخطاب والقصة وكيف خرجت في وقت لما هدت الرجل وكيف أتت إلى دار الأرقم بن أبي أرقم تلاحظ أن التربية كانت على مستوى رفيع جدا من التربية الأمنية التي غرصها الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه سواء كان رجالا أو كانوا نساء واستمدت هذه الرؤية من خلال قصص القرآني والذاكرة التاريخية لموكب الأنبياء والمرسلين بارك الله فيك الشيخ فضل بارك الله فيكم مشايخنا بعد هذا الكلام الفائض عن الإفاضات والنورانيات في هذا الباب وأعتقد أن هذا راجع إلى هذا القانون الذي ذكره شيخنا وهو الجانب الأمني أنه يصب في منظومة القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى وهي قانون الاستخلاف في الأرض وقانون العمل بالأسباب وقانون الابتلاء وقانون التدافع وقانون توظيف الدنيا للآخرة فهذه القوانين أو الموازين أو الموازين كما في فقه الميزل الشيخ علي بارك الله فيه فهذه القوانين الكبرى والجانب الأمن التي اعتبرته الأنبياء وعملت به الأنبياء كما ذكر الشيخ علي وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مختلف أموره الأمنية فقط أما بالنسبة لغير ذلك فهو يعلن دعوته ويعلن الدين ويعلم الناس ويجهر بذلك بخلاف الجوانب الأمنية فالجوانب الأمنية هي جوانب من السياسة الشرعية وجوانب مصلحية خاصة ولا تنسحب على بقية الدعوة فإن والله سبحانه وتعالى قد قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبيطونه منهم فالجانب الأمني جانب في جانب معين فقط يخدم مصلحة الدعوة من جهة معينة وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن فلما سأله الرجل ممن أنتما في غزوة بدر قال نحن من ماء قال نحن من ماء وهو يشير يوري وهو يريد من ماء مهين كما قال الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء وكذلك في هجرته لما سأل سوء كان أبو بكر رضي الله عنه شيخا معروفا ويعرفه العرب ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرفه الناس فكان يقال لأبي بكر من هذا فقال هذا هاد يهدين السبيل فهذا فيه إخفاء شخصية القيادة وكذلك فيه إخفاء تحركات كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزى غزوة ورى بغيرها فلما أراد أن يغزو مكة كاتبهم عقبة حاطب بن أبي بلتع فحصل قضية المرأة حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير والمقداد ولحقوا بالمرأة وأخرجت الكتاب من عقاصها فإذا فيها تلك المراسلة فنزلت الآيات في صورة المتحنة فهذا دليل على أن الجوانب الأمنية يجب أن تراعى ويجب أن يكون لها فقه خاص مصلحي في جانب المعين أما في غير ذلك فالأصل الجهرية والله تعالى بارك الله فيكم جميعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله البعد الأمني في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أحد الأبعاد الكبرى والاستراتيجية بالتعبير الحديث لهذه السيرة ولمقامات التصرف النبوي صلى الله عليه وسلم ولذلك عد العلماء هذه المقامات التي ذكرها الإمام القرافي بأنها أربعة مقامات وعددها الشيخ محمد الطاهر بن عشور إلى 12 مقاما وغير ابن عشور والقرافي ذكروا تفاصيل منهم الدينوري وغيرهم من العلماء المحقين الذين نظروا إلى تصرفاته وقسموها هذه المقامات وهذه الأنواع من التصرفات فذكروا مثلا من مقام تصرف النبوي التصرف بالإمامة أو بالسياسة ومن هذه المقامات كذلك التصرف بالقضاء وكذلك التصرف بالتشريع والبيان عن الله رب العالمين وهو أعظم تصرفه صلى الله عليه وسلم باعتباره أو بوصفه مبلغا عن الله تعالى مبلغا هذه الأحكام الشرعية وهذا الدين كله فهذه المقامات إذن منها مقام البعد الأمني أو المقام بالأمن باعتبار أن الأمن هو مصلحة للأمة والدولة وأن الأمن هو من مجتملات القرآن الكريم كما جاء في الآيات الأربعة التي ذكرها فريط الشيخ محمد حسن وأيضا كما جاء في نصوص كثيرة وفي آثار كثيرة والأمن كما هو معروف هو من المقاصد الشرعية وحديثه الدولي في عصنا الحالي عن الأمن القومي والأمن الوطني والأمن المعلوماتي والأمن الغذائي والطاقي والماء والعسكري والأمن العلمي والأخلاقي والقيامي هذا كله يدل على أن الأمن مصلحة من المصالح الكبرى مصلحة استراتيجية للشعوب والأمم والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا البعد الأمني في مكة وفي المدينة في المدينة باعتبار أن الأمن هو مثل ما يقال الآن الأمن القومي أو الأمن الوطني الأمن الشيامل الذي يحفظ الدولة ويحفظ المصالح العامة ويحفظ الدين والقيم والمقاصد الذي أؤكده في هذه المداخلة معنى مهم هو زيادة الاعتناء بمقامات التصرف النبوي من جهة الوعي بها وتأليفها وتصنيفها ومن جهة إعمالها في مجالات العمل الإسلامي والعمل الأخلاقي والعمل العلمي والعمل الدولي وهكذا وهذه المقامات تقبل نوعا من التوليد والتفريع فهي أربعة بالأساس كما ذكر القرافي ولكن الشيخ بن عشور أوصلها إلى العدد إلى 12 تصرفا وبين هذا وذلك أنواع وأقصهم بوسعنا اليوم أن نتحدث عن مقام التصرف بالأمن ومقام التصرف بالتقنين ومقام التصرف بالإدارة والتخطيط والاستشراف هذه كلها مقامات التصرف نبويا تستوعبها السنة والسيرة بناء على هذا النظر الفسيح في سنته لما ذكره المحقون من العلماء والله وليه التوفيق أهلاك الله خيرا إخوتي وأخواتي ما أحوجنا في زماننا إلى الاقتداء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخص قضايا الأمة الكبرى التي نعيشها كقضية فلسطين وغيرها فالأخذ بالأسباب على الهدي النبوي والجمع المعلومات والاستناد إليها في كل القرارات هذا ما نحتاج إليه في قضايانا الشاملة للأمة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لنمحوه همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنصد تفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قوي من لأكمل هادي اشتركوا في القناة تطور السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا